ممكن اي احد يعزمني على مشروب او اكله معينة يا ترى كيف انا ممكن اقول لا ولا والله شبعان لا والله انا من ابعت شان شربت يعطيك العافية ماذا صرت فاشي الله فلي بوي ممكن اقول تانكيو ام فاين هنا مو معناها بخير ام فاين هنا بمعنى انا شربت او انا اكلت بيض الله واججك ما قصرت والله تانكيو ام فاين ام نار ابيك فان اوف ات ام نات اي بيك فان اوف ايت ما مت معناها الحرفي انا انا لست من ايش من احد المعجبين فيها لكن مو هذا المقصد المقصد من يحب الشي هذا من يحب الاكل هذي ممكن او المشروب المعين oh man sorry thank you but i'm not a big fan of it thank you but i'm not a big fan of it ادلنا طويلة بس حلوة thank you i'm not a big fan of it thank you i'm not a big fan of it مرة حلوة اما بكلام الشوالة تلا ممكن نقول اه i'm cool i'm cool يعني نفس المعنى هذه كلامة فيها والله ما كسرت هذه عمري عمري والله اسميها عمري ليش ممكن احد يعزمني ما ودي اجل عزيمة ممكن فيه والله رأي معين ما ودي اشارك فيه طلعة معينة ما ودي اروح محهم وش اقول اقول i'll pass i will pass i will pass معناها مااني رغبة مااني مااني في الامور هذه مشروب اكل عزيمة طلعة فلة سفرية اقدر اقول i will pass معناها شوفوا غيري اوه wait am i freak دقيقة هل انا غريب لاني انا allergic to sugar candy and you name it اني انا عندي حساسية من السكر والحالة والامور هذي كلها كيك وهو الى اخره فاي واحد يقدمني الاشياء هذي دايما اقول ايش i'm not into it i'm not into it oh my sorry i'm not into it يعني ما لي فيها ما لي فيها i'm not into it طبعا لو اصر هنا انا اقول له i'm allergic to it i'm allergic to it i'm allergic to it انا يعني عندي حساسية من نفس الشيء اللي هو قدم لي اكلة معينة طبعا انا جمعا قلت الحالة ركزتنا على الحالة اقدر اقول i'm not into it اصر اقول له i'm allergic to it يعني عندي احساسية من انا ما عند فيها وبس وما ننسى الخدعة دايما نمارس باحساس دائما نمارس باحساس لاحظة تكلم معاك من اول كأني قاعدة شوفك لاني عايش اللحظة فحاول اي شي تتعلمه مني او غيري تحفظه وتطبقه باحساس عشان يثمر معاك وتحب اللغة حبيبي وتزيد نالومات وربي وفقكم جميع I'm out